مدرب المدرب له هاي إمكانية اللاعب كابتن صنفوان يعني اللاعب اليوم دقيقة 60 يتوقف بهذا هذا جانب آخر هذا موضوع لياقة بدني هذا يجب على النقشة مع مدرب اللياقة البدنية المتواجد الآن في دورينا اليوم أشاهد صورة معاش لاعب هو يتابع مباراة الصناعة كابتن صنفوان بس تسمح لي اليوم في مباراة الصناعة والطلبة هو جالس على المدرجات مدرب اللياقة شنه دخله يجلس على مدرجاته يتابع الجانب الفني أنت كمدرب لياقة تروح للنادي لعبين المنتخب الوطني تابع تدريباته من ناحية اللياقة البدنية إذا أكو قصور أكو جانب معين ممكن أن تتواصل مع مدرب اللياقة البدنية الموجود في النادي وأعتقد أن الأخوان المحليين إذا يعملونه كمدربين لياقة ما عندهم المانع أن يكون تواصل بهذا الجانب يجب أن تضاف إليك أنا كنت مع المنتخب الوطني في فترة من الفترات مع الكاتر أكرب سلمان وحتى مع الكاتر راضش نيشي قبل أن نروح مباراة كوريا والسعودية اللي جمعنا لاعبين الدور المحلي استلمنا الكاتر راضش نيشي في بغداد وبالذات في ملعب الشعب نطعنا نوعية تدريب ما متمرنيها بالنادي من ناحية الحمل التدريبي بحيث من ذهبنا إلى السعودية اللي اتعادلنا معها ومع كوريا اللي خسرنا معها 2-1 في مبارتين ودية وكلنا لاعبين دوري محلي جارينا المنتخبين والسعودية كان عنده أقرب بروضة إلا لذهابها لكأس العالم فتتخيل موضوع اليقر قال البعض قال أنه أدفوغات نطع جرعات قوية لللاعبين هذه كانت في المعسكر في وقت ضيق وهذا الحمل التدريبي للنطاع خدمنا في مباراة كوريا لكن في بعض الأوقات الحمل التدريبي وأكيد الإخوان الاختصاص رح يفهم كلامي من يكون تحت ضغط اللاعب من تطيع حمل تدريبي عالي ويخوض لك أول مباراة إذا ما كان وضع مخزون اللياق البدني جيد ما رح يستشفي بسرعة وهذا ما حضر أمام إيران من إصابات ما فقط إصابات ما استشفى اللاعب يعني مباراة إيران صار عندنا درب من ناحية اللياقة البدنية لكن أمام كوريا كنا ممتازين فهذا الجانب الفترة القصيرة اللي حضرنا بيها ما كانت تتناسب مع حجم وإمكانية المباريات اللي خضناها كنت أتمنى اللاعب يجي بمخزون اللياقي أفضل من ما كان عليه فترة راحة أعطيت اللاعبين الشرطة والقوة الجوية بصراحة بدون درس يعني بدون ما تكون مدروسة على أقل تقدير كان يفترض أن تكون مدروسة من الكابتر رحيم حميد هو الرجل يتواصل مع اللاعبين وممكن أن يدربهم قبل حتى ما يحضر الأدوكات والكادر التدريبي اللي كان متواجد في معسكر تركيا وإسبانيا فهذا الجانب ممكن أن يحفظ لللاعب مخزون اللياقي من تجي تدربة تطيل جانب لياقة بدنية بمردود 60% عكس ما تطيل 30% أو 20% راح تحتاج إلى وقت طويل حتى ممكن أن يكتسب لياقة بدنية وهذا ما حضر معنا في المنتخب الوطني